اشتركوا في القناة 3 فبراير في ضوء الإجراءات ضد فيروس كورونا ستستمر مصر الطيران في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعاية المصريين وغيرهم من الجنسات من السعودية إلى جمهورة مصر العربية أثناء فترة التعليق ومن غير المعلوم متى سيتم يستمح للسفر السعودية؟ هذا شيء غريب جداً وده معناها أن مصر الطيران بتهيب عملائها ضرورة براجعة حجزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090740 من أي خط أرضي أو المواقع الإلكتروني gptr.com أو زيارة مكاتب مصر الطيران وكلاءها السياحيين ده معناه إيه؟ ده معناه أن نخلي بالكوا يا جماعة اللي جاي مهم اللي جاي نخلي بالنا منه يطر ده هيأثر على إيه بالظبط؟ هنشوف يطر هيأثر على أبنائنا في الخارج ولا لا هيأثر على التعليم في مصر ولا ولا ده قرار هيب عامل إزاي؟ الكلام ده على صفحة رئاسة مجلس الوزراء ربنا يصرها وعدها على خير ده كان خبر سريع كده لكل أحبابنا في السعودية وكل أبنائنا الطلبة والطالبات ربنا يكتب لكم الخير والسلام إن شاء الله كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندب بأمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك